بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لازلنا في مقام استقاء الدروس والعبر من حادثة الإسراء والمعراش في هذه الرحلة العظيمة فردت الصلاة ثاني ركن من أركان الإسلام فالصلاة لها منزلة كبيرة في الإسلام ومما زادها أهمية الفضلة أنها فردت في ليلة الإسراء والمعراش وفي هذا اتناء بها وزيادة في تشريفها ومن ثم كانت من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ذلك أن الصلاة هي الفريدة الوحيدة التي فردت ليلة الإسراء والمعراش في السماء السابعة وبدون واسطة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فردت علي الصلاوات خمسين صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قلت أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني عشرة فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرة فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرة فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت بعشر صلاوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلاوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت بخمس صلاوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلاوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحيت ولكني أرضى وأسلم فلما جاوز نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي تالحديث ومعجزة الإسراء والمعراج فيها مشاهد عظيمات وآيات باهرات يتعلم منها المسلم الدروس والعبر من ذلك مثلا الثبات على الحق والتزام المبدأ يتضح هذا من المشهد الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لماشطة ابنة فرعون فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها قال قلت وما شأنها قال بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم اتسقطت المدرة من يديها فقالت بسم الله فقالت لها ابنة فرعون أبي قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله قالت أخبره بذلك قالت نعم فأخبرته فدعاها فقال يا فولانة وإن لك ربا غيري قالت نعم ربي وربك الله فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها قالت له إن لي إليك حاجة قال وما حاجتك قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا قال ذلك لك علينا من الحق قال فأمر بأولادها فألقو بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مردع وكأنها تقاعست من أجله قال يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت ومن العبر المستفادة أيضا من هذه الحادثة أن الفاحشة سبب لانتشار الأمراض والبلاء وهذا يتضح من المشهد الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث الإسراء قال ثم مضت هنيها فإذا أنا بأخونا يعني الخيوان هي المائدة التي يؤكل عليها لحم يؤكل عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد وإذا أنا بأخونا أخرى عليها لحم قد أروح ونتنا عندها أناس يأكلون منها قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام لذا فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من انتشار الفاحشة وكذا التبرج والسفور وجعل ذلك سببا لانتشار الأمراض والأوجاع فقال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا تعال الحديث لقد كانت رحلة الإسراء والمعراج مؤجزة من مؤجزات النبي صلى الله عليه وسلم حارت فيها بعض العقول فزعمت أنها كانت بالروح فقط أو كانت مناما لكن الذي عليه جمهور المسلمين من السلاف والخلف أنها كانت بالجسد والروح قال الإمام بن حجر في شرحه لصحيح البخاري إن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة في اليقطة بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم وإلى هذا ذهب جمهور من علماء المحدثين والفقاهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل وكذلك قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم ومن الأدلة كذلك على أن الإسراء والمعراج بالجسد والروح استعدام كفار قريش لذلك فلو كانت المسألة مناما لما استنكرته قريش ولما كان فيه شيء من الإعجاز أخيرا ستظل مؤجزة ورحلة الإسراء والمعراج مدرسة للمسلمين يستلهمون منها الضروس والعبر حتى يحققوا قول الله فيهم كنتم خير أمة نخرجت للناس تمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو من أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاصقون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته